مرحبا أنا فرح اليوم حنرسم الحواجب بطريقة طبيعية وما تكون كتير مصطنعة الأدوات اللي حنستعملها اليوم هي brush angled brush للحواجب والbrush الثاني لحتى نمشط الحواجب مع الألوان حتى تكون كتير natural وقلم خاصة للحواجب لحتى نرسم الكونتور بعدين من عم بفيه بالباش أنا حنستعمل الألم بالأول عادة بالحواجب الخفيفة لازم نرسم الألم على الكونتور طبع الحواجب وبعدين منعب بالbrush بس اليوم لأنه المواضل طبعا حواجبها عراض وعباية فيهم شعر فأنا حعب بالفراغات بس وبعدين منشطهم بالbrush بطريقة ذري نعتر تقريبا أنا حاعمل شوي الكونتور وشعر شعر بين الحواجب وبعدين إذا حسيت إنه بحاجة لحتى أرسم بالbrush حاقرصهم بالanglebrush اللي نخصص على الحواجب وبعدين بدون جانبا بالanglebrush حاستعمل الwalks أول عشان نمسك اللون ومن بعده ححطوا بين الحواجب حيث يضل اللون كل النهارة مش ضروري تستعملوا القلم والبالت at the same time فيكن تستعملوا واحد من الاثنين بس نحن هول أم نفرجي لطريقتين حتى يكون عندكم اختياركم من بعد الwalks أنا لازم استعمل واحد من الألوان حسب لون البشرة وحسب لون الشعر بعض الوقات فيه أعمل مكس وآخر ستب بهذا القوم بس لازم ادمج أغان اللي نخواجب مع الألوان مع الwalks اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة